لو قرأنا لو افهمنا لو كنا متواضعين انه ندرس كلمة الله ما خضنا التحريض والكلام لكتير وا 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 الاخير القوتان المتصارعتان في ايام الشعية يعني احنا نتكلم القرن التامن قبل الميلاد يعني حوالى سبعمية وخمسين سنة او سبعمية وثلاثين سنة قبل ولادة المسيح اتنبأ الشعياء تخيلوا سبعمية وثلاثين سنة فلا نتنياهو ولا شيوخ الاسلام يستطيعوا ان يقتحموا كلمات الله لان الله ساهر على كلمته ولا يبدل كلماته فاذا من خلال الشعياء النبي منشوف انه القوتين السوبر باور في ايام الشعياء كانت اشور في الشمال اللي هي العراق اليوم وكانت مصر في الجنوب اللي هي المصريين القدمة ومملكة اسرائيل ويهوذة كانت مثل السانويج بين التصارع بين القوى العظمة مصر طبعا مسكوري مرارا وتكرارا في الكتاب المقدس انه مصر كانت ملجأ للعديد من رجال الله وفي نفس الوقت كانت ايضا سبب عبودية قاسية الظالمة في اوقات تاريخية معينة ليه انا بتكلم انه ما تاخد تفسير الكتاب او سياق الحديث لازم تاخد سياق الحديث في الزمن التاريخي في الزمن المفهوم المعاصر في ايام الشعياء فلا تقتحم نبوة تبتدي بالتحريض وعلى ايه ايش بدك تسند لوين بدك تصل ايام الشعياء عم بيتنبأ عن ممالك وهاي الممالك اللي كانت في حرب مستمرة بين رابح وبين خاصر واسرائيل احيانا بحسب مين القوة كانت بتستنجد بتروح من قوة الى قوة مصر مثل ما حكيت كانت ملجأ للاجئين ومرة تانية كانت رمز للعبودية والقهر والظلم والقساوي مثلا مصر احتمى فيها ابو المؤمنين ابراهيم وقت المجاعة يوسف بيع الى مصر وكان سبب انقاذ شعب اسرائيل ولتتميم خطة الله في سفر التكوين منها منشوف يعقوب ابو الاصباط راح هاجر وتغرب في مصر واصبحوا تحت العبودية اكتر من 400 سنة هناك في مصر ولد واحد من اعظم الشخصيات الهوموسة اللي كان سبب انقاذ لشعب اسرائيل من ارض العبودية ثم احبائي بدون الخوض في التاريخ الكثير يكفي ان نقول انه حتى العائلة المقدسة هربوا من بيت لحم واحتموا والتجأوا في مصر ما بعرف المدة الزمنية ولكن على الاقل عدة شهور حتى مات هيرودوس ولكن احبائي بهذه الاقسام انه بتلاحظ حتى في نبوته عن مصر بيشوف انه فيه دينوني وفيه عقاب وفيه مصير وفي نفس الاصحاح بتشوف فيه وعد بالرجاء وعد بالبركة وعد بالرخاء ويعني الافتقاد الالهي وهذا احبائي عشان نفهم نبوة اشعياء النبي لازم كمان نقرأ معاها نبوة ارمياء على فكرة النبي ارمياء ابتدى يعني اذا كان اشعياء من فترة عزية الى حزاقية لانه بعدين ولد منسة اللي يكون اشر ملوك يهودا نقرأ عن ارمياء انه ابتدأت نبوته من ايام الملك يوشية الملك يعني القادلي الاتقي اللي عمل اصلاحات دينية وروحية في منطقة ارشالين من يوشية يعني ضل يتنبأ ارمياء يعني احنا نقدر نقول مئة سنة بعد اشعياء النبي مئة سنة الى السبه يعني كان فيه يوشية كان فيه يهوياقيم كان فيه يهوياقيم اللي تسبه وطبعا اخه يوشية اللي هو اخر ملك اسرائيل اللي هو صدقية او صدقية اللي قتلوه البابليين وطبعا في هاي الفترة في ايامه دمرت لانه السبي كان على ثلاث مراحل لكن خمسمائة ستة وتمانين قبل الميلاد نبو خضنصر دمر ارشاليم دمر الهيكل دمر الاسوار اخذ السبي واخذ الانية الذهبية والفضية وانه حاس كله اخذها معاه الى الى بابل فعشان نفهم الشعياء متل ما قلت انه فيه تناغم وانسجام بالنبوات بين الشعية بين ارمية بالذات ارمية ستة واربعين وحسقيال النبي حسقيال اللي شوي كان قبل السبي وكان بفترة او خلال السبي الباب اللي برضو تنبأ على مصر اذا منحطها مع الممالك يعني في ملوك التاني صحاح 24 تكمل القصة متكاملة عنا لو قرأنا لو افهمنا لو كنا متواضعين انه ندرس كلمة الله ما خضنا التحريض والكلام الكتير وا 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 والاخري ومنسمع منحاول نستشهد في كاتب مثلا ملحد ولا كاتب لانه خلي بالك علم الاثار والتاريخ والجغراف هذا علم محايد فالانسان يحق له انه يتكلم بحسب شو اكتشف ولكن كل الاكتشافات اللي تمت بعد هذا النقد يعني هذا كان في القرن التاسع عشر القرن العشرين اليوم اغلب هذه الامور اكتشفت واندلت على شيء بدل على صحة الكتاب المقدس فاذا لازم نحط نبوة اشعياء تسعة عشر مع ارمياء النبي اصحاح ستة واربعين وهي النبوة كانت طبعا خلال الملك نبو خد نصر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة